طيب هو لدي يعني تتضح من نتيجه أنك متعرفش تقيمه لما تشوفه تخطى بطل نيجيريا بعدين حريق وناكري اسم الأشمال اللي هي عريق وصاحب خبرة في البطولة فيتجاوزوا ووضح أنه على أرضه بيبقى بيكسب خارج أرضه برضو ما بيقاش بيخسر بسهولة يواحد صفر ياتنين واحد ففريق نتائجه أفريقيا أحسن من نتائجه في الدورة بتاعه حتى الآن هو فريق غامض ما كناش نحب نقابله بعد عودة وراحة وإحنا لسه ملعبناش أي ماتش رسمي يعني مش عارف ليه تملي الظروف مش خدمة علينا كده لكن نتمنى أن احنا المباراة بترايحنا الأولى علشان نقدر تبقى نقطة انطلاق جيدة دي مسألة مهمة جدا خاصة لما ناخد بالنا أنه تصريحات الجهاز الفني لفريم دياما كلها ثقة وأنه هم بيقولك احنا واسقين حتى المدرب واسقين أن احنا مش هنخسر من الأهل فواضح جدا أنه قاري الأهل ومذاكره كويس قوي وعارف الظروف وأعتقد مستر مارسل كولر حطت إيده كمان على الفريق الغاني بشكل جيد الفريق الغاني مدرب ومدرب وطني الدوتي ده راجل عنده 59 سنة بيدربهم من مارس اللي فات مسك الفريق في 28 مباراة فاس في 16 وتعادل في 3 وخسر 9 مباريات سجل معاه الفريق 42 هدف واستقبل 29 هدف 22 هدف في 28 مباراة؟ 42 هدف 42 هدف في 28 مباراة ده معدل حالي هو كون أنه بطل غانا هو فريق حديث يعني 2008 بالضبط إنما فريق حتى جرى تكوينه واشترى الرخصة من فريق تاني كان موجود فواضح إنه فريق استثماري بادئ إنما نلاحظ إنه حتى القيمة السوقية بتاعته يعني الأهل أغلى القيم السوقية في البطولة لقى القيمته السوقية 30.45 مليون يورو هنلاقي ميدياما يدوب 2 مليون تقريبا هو من أقل الفرق في البطولة بالضبط 2.4 مليون يورو الأقل منه أو لا هو تقريبا ينجي أفريقا نزو 1.4 مليون يورو لو بصنا على المجموعات هنلاقي مجموعة الأهل المجموعة الرابعة إلى حد كبير متوازنة لكن في مجموعات أقوى شوية المجموعة الأولى مازينبي الكنغولي وبرامدز ونوازيبو الموريتاني وسانداونز فبرامدز ما بين مازينبي وما بين سانداونز ومعاهم كمان نوازيبو الموريتاني برامدز هيبدأ الجولة الأولى مع مازينبي المجموعة الثانية برضو مش سهلة لأنه فيها الوداد المغربي وسينبا التنزاني وآسك مموزة الإفواري وجواتينج جالاكسي البتسواني فحيبقى مثلا الوداد وسينبا وآسك هي دية القوى الطبيعية في المجموعة الثانية المجموعة الثالثة عربية بامتياز لأنه التراجي الرياضي التونسي معاه النجم الساحين التونسي والهلال السوداني ورابعهم بترو أتلتكو الأنجولي مجموعة قريبة جدا فرصها كل الفرق عندها فرص مجموعة متقربة تكاد تكون يعني أكثر الفرق وضوحا يعني كلها فرق معروف بترو أتلتكو والهلال والنجم والتراجي الهلال انت عارف مستوات بترو أتلتكو عارف مستوات النجم والتراجي عارف مستوات فما فهمش فرق مجهولة تحيارك لكن أربع فرق كلهم عندهم نفس الحظوظ ده دور الأبطار السناد اللي الأهل بيدافع عن لقبه فيه هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر